نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع المساحة المزروعة من القمح خلال العام الحالي 2021 وأوضح أنه تم زيادة المساحات المزروعة من محصول القمح إلى 3 ملايين و418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021 مقارنة بـ 3 ملايين و42002 خلال الموسم الماضي لعام 2020 وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان مشيرة إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وسط انباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وأعلى في الإنتاجية وذلك بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجية